أنا حبيت كيف توجهك بالتربية والتعليم وحضرتك يعني حاصلة على ماجستير بي موهو بي صعوبات التعلم إنه مجداماً نحكم على الطلاب من التحقيق الأكاديمي أو علاماتهم في المدرسة فهناك فيه فكر هذا كنز لازم نتطلع له فبحب أعرف أكتر فكرتك عن هذا الموضوع حيلو كتير مقدمة عن جد رائعة وأنا بحب كتير أشتغل مع الطلاب حبي للطلاب إنه إحنا كآباء أمهات أمه ربيين تربويين بنحب أولادنا يتحملوا مسؤولية معظم الأهالي هالأيام بشكوا إنه أولادهم بيأخذوا مصروف وما بيعرفوا كيف يتحكموا بمصروفهم أو وين يوزعوه وأحياناً الولاد بيكونوا مفاكرين بفكرة بدون يجيبوها ويشتروها بالرغم إنه ما معهم المصروف اللي يغطوها لذلك فكرة ريادة الأعمال هي عبارة عن برنامج لما يتطبق بأساليبه الصحيحة ومواضيعه وكل المقترحات اللي فيه من أوله لآخره بنقدر نغير تفكير الطالب بما يتعلق بالمال والاقتصاد نعم الشغل الثاني زي ما تفضلتي وقلتي إنه إحنا كتربويين آباء أمهات عم نهيئ جيل أولادنا للعشرين ثلاثين عشرين أربعين يعني مش معقول أبداً إنه أولادنا هلأ يشتغلوا بنفس المهن اللي إحنا بننقولهم روح يشتغلوا فيها أو اللي كانوا يشتغلوا فيها آباءنا أو اللي إحنا حالياً عم نشتغل فيها يعني لو نفكر بطريقة إنه مثلاً قبل فترة وين إحنا من الفيسبوك وين إحنا من الواتس آب طب إحنا وين رايحين هلأ هذا كله بخلينا نقول إنه بدنا نخلي أولادنا يفكروا بطريقة منظمة كيف بدون يبدوا بمشروعهم منين الفكرة بدها تيجي كيف ينموا هذه الفكرة حتى تصير مشروع بس إله خطوات طيب هلأ أكيد مشكل طالب يعني عنده ريادة الأعمال بدها شخصية معينة ولكن إحنا بالبداية بدنا نأسس للكل لأنه إدارة المال والوعي المالي أساسي للحياة يعني إحنا في النهاية بدنا نربيهم عشان يقدر يوقفوا عجريهم بهذه الحياة واحدة منها الأمور المالية والاقتصادية فبحبت حدسيني عن البرنامج اللي عملتيه بالمدرسة عندك اللي هو يعني علمهم ريادة الأعمال قلتلي كيف يعملوا بزنس بلان وباعوا منتجاتهم فأحكي لي أكتر كيف كان شكله هذا البرنامج يعني يمكن يكون يلهم مدارس أخرى أو عائلات إنها تستخدم هذا الشي مع أولادها يعني إحنا في معظم المدارس بنلاحظ ومن زمان إنه كنا دائما نعمل بازار نشاط نبيع الريع يتبعه مثلا يتبرع فيه لأجهات معينة كعمل تطوعي أو إنه الريع ياخده الطالب نفسه هلا إذا بنقول إنه إيش هي شخصية الريادي رائد الأعمال هو إنسان قائد لذلك القائد فيه عنده سمات شخصية معينة نسمع دائما إنه إحنا بدنا نعلم طلابنا مهارات القرن الواحد وعشرين هي جزء كبير من مهارات القرن الواحد وعشرين موجودة بهذا الشخص الريادي إيه مثلا الشخص الريادي حتى يبدأ يكون عنده فكرة وفكرة قابلة للتطبيق ومربحة ومجدية ماليا بيكون عنده قدرة على التواصل واستخدام وسائل التكنولوجيا بشكل كتير كبير صح ياخد كل الداتا والمعلومات الموجودة عنده قدرة إنه يحلل هذه الداتا ويتأكد إنه هذا المشروع اللي عم بيشتغل عليه موجود ممكن يتفرع منه أفكار صغيرة مش موجودة إلى أي درجة مشاريع تانية مجدية ماليا منهم الأشخاص المستفيدين فإذا بدي يكون عنده مدخل كتير قوي للوسائل التكنولوجية وتحليل المعلومات وهذا طبعا تخصص كتير جديد حديث حاليا والناس عم تشتغل عليه حتى بعد ما يخلصوا جامعاتهم يعني عم بيلاقي فيه الناس مخلصين تخصص صيدلة وبعدين بروح بيدرسوا مثلا إدارة أعمال فإدارة الأعمال مهمة فأول أول كاركتر أو أول سمة شخصية قدرته على استخدام التكنولوجيا ما في مجال هذا كل هذا الجيل بيعرفوا كلهم نعم بس قدرة الإنسي قدرة يعني إحنا من أي عمر بتلاقي بيزبط أنه نبلج نعلمهم هذا الفكر الريادي يعني هذه النقطة الثانية بالشخصية أنه هذا الشخص عنده قدرات كاملة هلأ بتيجي هون قدرة الأهل والمدرسة أنه يكتشفوا هذه القدرات ويهيئوا البيئة اللي بتشجعوا أنه يستخدم هذه القدرات ويهيئوا الفرص المناسبة ويهيئوا التواصل مع الأشخاص اللي بيقدروا يعطوا أفكار ملهمة يعني مثلا من أكثر المواضيع اللي بتلهم صلاب المدرسة مشروع اسمه تيدكس 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 بيستضيف شخصيات ملهمة ريادي أعمال بيقدروا أنه يعطوا الطلاب وين يروحوا وكيف بدقوا مشروعهم وين وصلوا والخطوات اللي مشروع فيها ولكن أنا كتربوية موجودة في مدرسة أنا بدي أهيئ كل بيئة المدرسة لتقبل هذا الفكر الريادي أبحث عن الطلاب اللي عندهم سمات القيادة أعلمهم مهارات التواصل مع الأشخاص الصح أعلمهم كيف يسمعوا للناس كيف يستخدموا المهارات لدائما نحكي عنها للتفكير الناقد وحل المشكلات حتى يقدروا الأفكار تبعتهم يجربوها ويطبوها هو التواصل كمان بيجي من أهم الناس لأنه أنت قد ما تكون عبقري إذا ما عندك أسلوب تواصل إيجابي وتحبب الناس يشتغلوا معك وتقنعهم يعني حرام فيمكن هاي واحدة من الأشياء اللي كتير مهمة طب بحب أسمع منك البرنامج اللي عملتي لطلابك شو المواد اللي أخذوها يعني قلت لي ضلوا قاعدين هالطلاب 8 ساعات أونلاين ما تركوا لأنهم عم بيشاركوا يعني هذا الإشي اللي احنا بدنا نطلع من التلقين لخلي هو يعطيني شو عنده أفكار فحدينا أكتر كيف كان هذا البرنامج يعني أنا في مادة ندرسها مدارسنا هي مادة الثقافة المالية هي مادة مفيدة جدا للطلاب ولكنها جامدة إلى حد ما يعني مهما حاولنا تطبيق بازارات ومشاريع بدها فكر أكتر أنه قابل للتطبيق في عالمنا فاقترحت على الإدارة اللي عندي والمعلمات أنه خلينا نعمل فكرة لبرنامج بنسميه المستثمر الصغير قائم على ريادة الأعمال الطالب قبل ما يفكر بأي مشروع بديه يعمله أو أي بازار بديه يعمله في نهاية البرنامج بده يعمل مخطط بدأ من الفكرة تقول كلفة المالية قديش قابلة للتطبيق مين الطلاب المدرسة اللي بدن يحبوا هاي الفكرة فعملوا زي بوستات بكل المدرسة زاروا له صفوف وأخدوا أفكار منهم يتواصلوا مع أشخاص خارج المدرسة حطوا البزنس بلانت تبعتهم بعد ما كانوا قاعدين على زوم واحدة من الاستراتيجيات اللي بنشتر عليها لتعليم الطلاب هلأ قاعدوا ثمان ساعات طبعا مقسمي على أربع جلسات والطلاب اللي كانوا سابع وثامن تعرفوا هاي المرحلة قديش صعب انه طبعا يكونوا قاعدين في محلة مدة ساعتين ولكن كانوا يشتغلوا كان ننزل لمستوى تفكيرهم ونطلع بتفكيرهم للموضوع اللي هم كتير بيحبوه لانه احنا بننخطط لمشروع بننروح وين بننروح يعني بدينا نعطيهم توليد لأفكارهم انتوا وين رايحين بعدين بالمستقبل فهذا اللي خلاهم انه يكونوا قاعدين كل هذه الفترة وبالآخر عملوا مشروع وباعوا كل شي وكان حماسهم رائع والأهم من هذا انه حسبوا الكلف اللي كان بتكلف المشروع والأرباح فهون بصير في شوية فروقات بين البازار العادي وبين ان احنا عم نخطط لقدام يعني بعتقد انه اصلا هو بعد جائحة كورونا وبعد ما صار الولاد يتعلموا أونلاين صار تحدي كتير كبير على المدارس على الأهل انك ترجع تخلق هذا الشغف على الطالب او المتعة او الاستمتاع بيدروسه بالمعلم بشو عم تعطيه فبعتقد هاي الطريقة انك انت تخاطبه وتخليه يعني يشارك بالاشياء اللي بتميزه احد اهم الطرق اللي لازم تستمر هل كان يعني فيه صعوبة ولا لقتي انه اسهل من التلقين التقليدي بالتعليم التقليدي ولانه كان العمل زي جروبات عمل تعاوني جماعي كانت الفكرة تكون من مجموعة طلاب كل اربع طلاب يفكروا بفكرة يدرسوها يخططوها من ايه تزيد فكان الشغل مع الطلاب كتير لزيز وممتع يعني هادي واحدة من السمات اللي بتمتع فيها ايضا الشخص الرائد للعمل انه هو عنده قدرة يتعامل مع مجموعة الناس زي ما اتفضلتي يسمع لهم يسمع افكارهم يتقبل انتقاداتهم لانه التقبل النقط بيخليه يقدر يطور مشروعه كتير مهم انه الفكرة لا اي مشروع تكون قابلة للتطبيق مش مجرد افكار بالخيال اولا ثانيا المجتمع بحاجتها ثالثا انه فيها ربح مالي يعني اي مشروع بدي ابدأ فيه ما فيه ربح مالي هو مش مشروع رائد مجرد فكرة ولكن في مجتمع المدرسة انا كيف بقدر اوجد هذه البيئة بداية انا كتير بشتغل على فكرة العمل التطوعي بخلي الطلاب يحبوا العمل التطوعي هذه الخطوة الاولى الثاني بنظم العمل التطوعي اثناء العمل التطوعي كمدرسة وادارة ومعلمات ومشرفين باكتشف القدرات الموجودة المخباية عند الطلاب وبطورها وبساعدهم بتطويرها بعدين نشتغل معهم على البيزنس بلان الخطوة الرابعة هي انه لما يخلص الطالب المدرسة الفكرة اللي كانت ان وجدت هو بيه سنوات الدراسة ممكن بعدين بالجامعة تتحول لمشروع طبعا طبعا واكيب تسمعي سترندا يعني وكلنا بنسمع هالأيام قديش فيه ولادنا وولاد صحابنا وطلابنا انهم بدرسوا بالجامعة وهنا بدرسوا بيوقفوا سنة بياخدوا كورس في مجال ممكن مختلف كتير عن دراستهم وهو اللي بيشتغلهم فيه وبيجيب لهم ربح مالي هلأ هدول الطلاب هم اللي بحاجة البزنس بلان وتخطيط مشروعهم صح صح طيب هلأ بعد ما عملتوا هذا الكورس هذا البرنامج انتي قلتوا وباعوا منتجاتهم يعني كان مشاركة جماعية هل لقيتوا فيه تحسن أو يعني لاحظتوا بسلوكياتهم بشخصياتهم بنظرتهم تجاه المدرسة لما نعطيهم خطة العمل هذه هي أوتوماتيك اللي بتنطب على التفكير فتفكيرهم بتنظم ثقتهم بنفسهم تتحسن العمل الجماعي بيخليهم يتحملوا المسؤولية لحالهم تجاه أنفسهم والآخرين وكمان بيساعدهم بتنظيم ميزانية الأسرة يصاروا الولاد يروحوا على البيت يساعدوا أهلهم بتنظيم المصاريف لأنه حسوا أن لما ينظموا أفكارهم وكيف طريقة الربح والخسارة وبالآخر صار عندهم ربح مالي إذن صار هذا لما يتطبق بالبيت كمان يساعد البيت طبعا صاروا يتشاركوا أكثر مع طلاب المدرسة صار عندهم حماس أنه يشاركوا بأنشطة كنا نتغلب نقولهم شو رأيكم نشاركوا مثلا بفريق الكورال صاروا يحبوا لأنه حسوا حالهم وقفوا صار عندهم ثقة بالنفس باعوا اشتروا حكوا عن أنفسهم كتير وخططوا يعني التفكير المنظم باعتقادي دائما بنعكس على كل شيء بنعكس على الدراسة بصير تفكير المنظم على حياتهم وعلى أسرتهم وهل لقيت أنه مثلا من خلال المجموعات لحسوا أنه في ناس عنده شخصية مثلا قيادية أكتر في ناس عنده شخصية ابتكارية أكتر يعني هي أصلا السمات تختلف يعني واحد منظم واحد بيقود واحد بيشتغل بالتفاصيل واحد بيشتغل بالإبداع هل حسيتي هذا من خلال فرق العمل أنه كشف المواهب بيناتهم؟ مية بالمية يعني أنا كنت استغربت لما عملوا البازار بطريقة مختلفة عن السنوات الماضية السنوات الماضية مثلا كان يجيبوا أشياء جاهزة كيك دوناتس مثلا بشار ويبيعوها هالمرة ولا حدا جاب شي جاهز حتى البشار هن جابوه حسبوا أغراضه والكبس والكل شي وباعوه بس لي كنت استغربت له أنه كيف كانوا في ولاد طلاب معينين جابوا أشياء كتير صغيرة هن عملوها وباعوها وجابوا رباح أكتر بكتير من الطلاب الثاني كانوا جايبين أشياء كتير كبيرة وبتهيئة للواحد أنه حيربح فيها طبعا أثرت على شخصيتهم أكيد أثرت عليهم وشخصيتهم وعلى طريقة تفكيرهم طيب وبعدين هلأ الأهل لما شافوا هيك هاي الأشياء صارت هل مثلا تحسنت علاقتهم مع أبنائهم داعمين كانوا كانوا داعمين جدا وكانوا متفاهمين وإحنا قبل ما نبدأ بهذا المشروع كله أعطينا للأهل نشرة الأهل يعني المفروض يكون عندهم وعي باللي بنعمله وما بسير نشتر المشروع بالمدرسة بدون ما يكون الأهل موافقين عليه فطبعا كان في وعي على هذا الموضوع نعم يعني رائعة جدا ست رانا حج عيسى بهنيكي على هذا المشروع ونيال الطلاب اللي استفادوا من هذا المشروع فمنأمل أنه يكون هذا أسلوب التعليم القادم بحيث أنه يصلت الضوء على مواهب كل طالب ويكون فيه يعطيه مجال كيف يمشي خطة كيف وين أوظف هاي المواهب وين أوظف هاي الطاقة زي دائما بيقولك الطلاب إذا ما بتشغلهم هم رح يشغلوك بالضبط أنتو شغلتوهم بالطريقة الصحيحة شكرا إليك وأهلا وسهلا أهلا أهلا فيكم شكرا كتير لكم أهلا وسهلا